والمقصود من هذا الحديث هو بيان فضل التواضع وفضل المسكنة وعدم العلو على الخلق فإن ذلك من موجبات دخول الجنة وليس في هذا مدحا للفقر على الغنى فقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن حال الفقر أفضل من حال الغنى وهذا ليس بسديد لأنه خبر عما سيكون في الآخرة لا لأجل الغنى والفقر بل لأجل ما قد يصاحب الغنى وما قد يصاحب الفقر من معاني توجب العقوبة